السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في حد أسرح نتعرف على أول نوع من الانواع اللي هو التشفير أو خلنا نقول substitution ciphers النوع هذا هو يسمى Caesar فكرتها أنه يعتمد على الشفتينغ خلنا أعطيكم مثال عشان تكون واضحة الأمور إيش له هذا مثلاً A يبغي يرسل رسالة إلى B التفقى والاثنين قالوا البعض إذا جاتك الرسالة ممتاز مثلاً خلنا نقول باللغة الإنجليزية فكل حرف معناه بعد الحرف نفسه مثلاً خلنا نقول A B C D E F فيقول لك الحرف اللي بييجي ترى العبارة الصحيحة هي اللي بعدها بحرفين مثلاً فهنا نقول لنا نحن يعتمد على الشفت فمثلاً لو قال لي كان في الرسالة جاني A B C لو استخدمت الشفت مثلاً بثنين فأنا هنا فعلياً اش بسوي؟ أبقول الحرف A بيجيني واحد اثنين صح ولا لا؟ فالتشفير بيكون بالشكل هذا آسف مثلاً عندنا هنا واحد اثنين خلاص يكون A معناه C طيب ال B بيكون واحد اثنين بيكون D ولاحظوا أني أنا قاعد أمشي بالشكل هذا طيب ال C الآن واحد اثنين فأنا الآن في التشفير أبشفر وأرسلها بالشكل هذا يعني الرسالة هنا بتتشفر وبتنتقل إلى ال B ال B شلون بيفكه هو يعرف أن الشفت اثنين صح ولا لا؟ فعند التشفير أنا تحركت إلى اليمين معناه كأني زدت اثنين عند فك التشفير أبسوي نفس العملية بطريقة عكسية أبنقص اثنين فبأجي ال C أنا واقف ال C هنا هذا واحد اثنين بيكون A أجي عند ال D واحد اثنين أجي عند ال E واحد اثنين فيطلع يفك فدائما الكي المستخدم في السيزر هو الشفت خلال كم أنا أنقذ العملية أو كم حرف أتحرك تمام؟ فهذا يعتبر من أقدم الأنواع اللي موجودة المفتاح دائما في السيزر هو الشفت أنه يتفقون على شفت معين اللي هو نقل المؤشر من مكان إلى مكان فدائما مهم جدا أن التشفير وفك التشفير يعتبرون عملية متعاكسة يعني العملية اللي تسويها تشفير كذا فك التشفير بتكون كذا مثلا جاكم مثال مثلا زي المثال اللي قدامنا هنا وقال لك استخدم الشفت كي يساوي 15 عشان تشفر الجملة اللي اسمها حلو فأنا لما يجيني سؤال زي هذا عادة أحب أني أجي وسوي شيء زي كذا هذه الحروف الإنجليزية خلينا نقول مرتبة ترتيب أبجدي فهنا هو ش قال قلنا بس نفعل الكتابة هو قال لك أن الكي عبارة عن 15 خلينا نغير اللون فمعناه أن الحرف الأول يسوي شفت 15 حركة فأنا دائما عندي الحرف الأول بواحد وكم الشفت يقول لك 15 صراحة ولا لا فبالتالي بيكون عندي أول حرف بيكون رقمة أبدل الحرف الأول برقم 16 فهنا كم رقم 16 رقم 16 اللي هو البي خلاص أنا إذا سويت أول واحد فعليا خلاص أكمل اللي بعده فهنا P Q R S T U V W X Y Z هنا لما أنتهت الحروف ترجع تعيد مرة ثانية A B C D E F F أو فلاحظوا الآن الطريقة اللي صارت أصل أنت هنا لو بدلت مثلا خلنا نقول عشان بعض الأشخاص اللي يقول إحنا لش سوناها كذا لو جينا حرف البي رقم 2 زايد 15 معناه رح يساوي الحرف رقم 17 الحرف رقم 17 اللي هو Q فحنا البي حطيناه بQ لو جينا الحرف رقم 10 بيكون 10 بلس 15 آسف هنا 15 رح يكون 25 فكامل حرف 25 N العشرة لاحظ 25 حطيناه لهو ال-Y فهذه الطريقة اللي يشتغل فيها لهو السيزر فهذه أول خطوة عشان تحل السؤال بالشكل الصحيح الآن نجي ونسوي عملية استبدال بسيطة هذه حلو تعال الآن شوف حرف ال-H وش يقابله ال-H يقابله W ال-E يقابله T ال-L يقابله A ونفس الشيح هنا A ال-O لاحظوا ال-O هنا يقابله D ففعلياً عشان أشفر باستخدام السيزر صار التشفير اللي هو ال-A W-T W-A D الآن لو أبغى أفك التشفير لاحظ أن أنا قبل شوي كنت قاعد أشتغل أدور الحرف هذا الآن باجي هنا واجب طريقة عكسية لو جينا ال-W هنا بنشوف أو حتى لو بحسناها هنا ممتاز لاحظ حرف ال-W هنا وش اللي يواجهه H الت هنا وين الت هذا الت يواجه E لاحظوا أنه طريقة عكسية L-A هنا وين ال-A هذا ال-A فمعنى عندي L L ال-O هنا آسف ما هو بال-O ال-D هنا نحن قاعد نشوف ال-D ال-D عندنا هنا وين وين ال-D هذا هو حرف ال-O فكذا عملية الفك حق النوع هذا أو التشفير الرسالة اللي طلعتنا هنا في التشفير اللي هي W-T بعدين A A D السؤال هنا يقول لك هل التشفير حق السيزر يعتبر poly-alphabetic ولا mono-alphabetic عشان نفرق بين الاثنين المونو عادة العلاقة العلاقة فيه واحد الى واحد بمعنى دائما حرف A في المونو رح يواجه نفس الحرف ما رح يتغير يعني مثلا الآن هنا في النص اللي حنا حطيناه لو جينا وقلنا حرف K بغض النظر K كان هنا في الجملة ولا كان هنا دائماً رح يعطيني نفس النتيجة اللي هي حرف Z فالحالة فالحالة إذا كان دائماً الحرف يعطي نفس الحرف في التشفير وفق التشفير يعطي نفس الحرف فهذا نسميه mono الفباتك لكن إذا كان يعطيني في كل مرة له حرف آخر يعني مثلاً الحين دعونا نقول لو قلنا مثلاً hello مثلاً دعونا نمشي على كلمة حلو وكان فك التشفير حقها أو التشفير حقها WT A S D مثلاً لاحظوا أن ال L هنا الأولى كان قيمتها A وال L الثاني كان قيمتها S فدائماً في الحالة هذه إذا كان الحرف يتغير الشيء أو يتغير المابينغ حقته أو إش الشيء اللي يواجه هذا نسميه poly أما إذا كان دائماً نفس الشيء اللي شفناه هنا فإحنا نسميه mono مهم جداً شون تفرق بين المونو والpoly دائماً في تكرار الحروف مثلاً زي هنا هو اللي يساعدك الفهم ال L هنا هي نفسها AA فبالتالي تقدر تقول عنها أنها mono لأن العلاقة واحد إلى واحد لكن لو كان عندي العلاقة هنا مثلاً دعنا نقول A X مثلاً فهذا نسميها poly أو poly alphabetic والعلاقة دائماً في poly alphabetic عبارة عن 1 إلى N تمام؟ فهذا الفكرة العامة في Caesar Cypher طيب الآن هل فعلياً Caesar Cypher يعتبر آمن أو غير آمن هل يصلح للتعامل معه ولا لا فعلياً هل عندنا في عدد الأحرف أو عدد الكيز المتاح هو عبارة عن 26 مفتاح بنجرب 26 كلها فأيامنا هذه تعتبر على قولهم ضغطة زر حتى ما تأخذ معاك ولا أي شي فخلينا الآن نسوي مثال على العملية هذه ونشوف هل المثال عندنا سهل أو لا هذا كود أنا كتبته بلغة البايثون ويحط لكم رابط له تحت بحاجة اللي يبغى يستفيد مننا يستفيد مننا هو يحاول الآن يقول لك أباك تفك للتشفير هذا إحنا الآن ما نعرف شو الكي فعلياً فأحد الطرق اللي أنا ممكن أستخدمها هي اللي نسمي ال الطرق حقتها اللي نسمي ال أحاول أجرب جميع المفاتيح المتاحة وأشوف هل يمشي معاي صح ولا ما يمشي معاي هل بقدر أفك التشفير ولا لا فلاحظ هنا الآن لو ضغطنا على تشغيل لاحظ الآن يعتبر هو خلص جرب لك كل المفاتيح المتاحة فكل اللي عليك الآن أنك تسوي تجي تقرأ المخرجات حق كل العملية لاحظ أول شي هذا واضح أنه نص مهم مفهوم مهم مفهوم مهم مفهوم فنبدأ ننزل ننزل لاحظ أن هذا كل إلى الآن مهم مفهوم شوف الكي رقم 23 لاحظ الرسالة اللي موجودة نستطيع أن نفهم أن نقول أن رسالة مكتوبة خلني نسخ وكتب لكم إياها أكدر أختيبها كذا خلنا نقول كوي وهنا بنقول paste فأنا أكدر أقول هنا Caesar used as أو used a shift off three two protect message هذه الرسالة اللي فكناها ولاحظ ما أخذت معانا تقريبا ولا دقيقتين بين التشغيل وبين اللي نحن فهمناها فعشان كذا يعتبر Caesar من الخوارزميات الغير مستخدمة الآن فترة من فترات كانت تستخدم لكن الآن فعليا ما تستخدم ممكن تستخدم نفس التقنية لكن ما يستخدم نفس نوع التشفير في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة Education Life سنحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اشتركوا في القناة